اشتركوا في القناة شغلتين اساسيات راح اشرحهم الان راح نبلش بالدرس ودرجة درجة راح نبلش بالافكار البسيطة ومن ثم راح نشوف كيف العملية بتتم وكيف احنا بنقدر نشتاق ضمنيا قبل ما اتعلم كيف اشتاق ضمنيا خلينا اعرف بس شغلة واحدة شو الفرق بين نوعين من العلاقات ليش طيب داعرف الفرق بين هذول يعني النوعين من العلاقات لانو الاشتراق الضني اخواني بكون لنوع معين من العلاقات نوع معين من العلاقات عشان هيك انا بتعلم الاشتراق الضمني اه في عندي النوع الاول العلاقات صريحة اول نوع من نوع العلاقات العلاقات صريحة زي اللي تعودنا عليها احنا اللي بتكون بالصورة هاي واي تساوي جدر التكعيب لا اكس ناقص واحد ليش صريحة لانو اذا بدأ قيمة واي انت هون بكل بساطة بدأ قيمة واي اخذ اكس اي قيمة بدأ يخذ اياها إياها ضمن المجال طبعا ضمن مجال الاقتران بتوقع بطلع مع قيمة Y لو اخذت مثلا X2 شو رح تطلع معك 2 ناقص 1 1 جدر تكبير الواحد وي بدأت تساوي 1 عندما X تساوي 1 عندما X تساوي 1 Y تساوي قديش Y تساوي 1 فإذا هون مباشرة أنا بقدر أطلع قيمة Y هون برياضيات بيسمون هذا المتغير X بيسمون المتغير المستقل بيسمون المتغير المستقل والY بيسمونه المتغير التابع المتغير التابع طبعا هذا المستقل X هو بيساهم في صنع المتغير التابع اللي هو الY بيساهم في صنعه لما بيأخذ أنا X قيمة تتغير قيمة Y بناء عليه عشان هيك اسمه هذا التابع المتغير التابع التابع لمن؟ تابع لX للمتغير X تمام حبائبي لاحظوا هون أنه أنا Y بقدر أطلعها بكل بساطة كما نرى قيمة Y تطلع معي بكل بساطة إذا أخذ قيمة X كذلك الأمر العلاقة هي كما نرى Y تسابة 7X على X تربيض زائد 9 هنا إذا بدأ قيمة Y تأخذ قيمة X ضمن المجال ضمن المجال X اللي موجود معي وبطلع قيمة Y هذه العلاقة اسمه علاقة علاقة صريحة علاقة صريحة كذلك الأمر هون كما نرى هنا المتغير التابع مكتوب موضوع للقانون لحاله في طرف لحاله في طرف Y تساوي حسين هيك اسمها علاقة صريحة اسمها علاقة صريحة تمام حبائبي النوع الثاني من العلاقات اللي هو العلاقات الضمنية العلاقات الضمنية هاي العلاقات الضمنية اللي هي يصعب فيها التعبير عن متغير صراحة بدلالة متغير آخر ما بقدر أكتب المتغير التابع بدلالة المتغير المستقل بشكل صريح زي العلاقة اللي موجودة قدامنا هون طلعا X تكعيب زائد Y تكعيب ناقص 9XY ساوي صفر الآن لو خد قيمة لX ما رح رطيق قيمة لY رح طلب معك معادلة رح طلب معاك معادلة Y تكعيب تساوي اشيء مثلا تمام فبالتالي هون هاي اسمها علاقة ضمنية ليس؟ لأنه لا يمكن كتابة Y اللي هي المتغير التابع بدلالة المتغير المستقل اللي هو X صراحة بحيث أن يكون Y موضوعا للقانون تمام حبايبي؟ نفس الاشي لو حكينا عن معادلة الدائرة معادلة الدائرة احنا نرى ما معادلة الدائرة داخلين ناخذ معادلة الدائرة زي هيك X تربيع زائد Y تربيع تساوي 9 مثلا هاي معادلة الدائرة الآن هون أنا إذا بنلاحظ Y لا يمكن كتابتها كموضوع للقانون إذا كتبها موضوع للقانون شو رح تكون رح تكون Y تربيع شو بتساوي 9 ناقص X تربيع نقلت X تربيع الجهة الثانية الآن لما بدأ أخذ Y لحالها إذا كتبها موضوع للقانون شو بتسير Y تساوي زائد وناقص لاحظ أنه اقترانين زائد وناقص تمام للتسعة ناقص X تربيع لاحظ أنه Y صار عندي اقترانين فهون ما بقدر أعبر عن العلاقة المتغير اللي التابع بشكل بشكل صريح فهي بنسميها علاقة ضمنية علاقة ضمنية الآن كيف بدأ أشتق العلاقة الضمنية زي ما أنا شايف قدام الخطوات هو أنا أربع خطوات لإشتقاق العلاقة الضمنية خلينا نبدأ فيهن واحدة ووحدة وبدأ أطبق أنا أثناء وأنا أثناء وأنا بشرح بدأ أطبق على السؤال الموجود عندنا تمام عشان تكون الأمور واضحة نأخذ المثال هاض مع الحكي الشرح تبع الخطوات لأنه شرح الخطوات لحاله بدون ما يكون فيه عندنا مثال بتظل الأمور شوية مش واضحة أول خطوة أشتق طرفي المعادلة بالنسبة إلى X مراعي يعني استعمال قاعد السلسلة عند اشتقاق حدود تتضمن المتغير Y طيب كويس خلينا نشوف شو معنا هذا الحكي بدأ أشتق طرفي المعادلة هاي طرفي المعادلة أنا عندي هاي المساواة هاي الطرف الأيمن هاي الطرف الأيصر هاي معادلة تمام تمام طيب علاقة ولا معادلة يا أستاذ علاقة ومعادلة علاقة ومعادلة تمام تمام خلينا أشتق الطرفين تعال على X المتغير أخواني المستقل اللي هو الX هنا لما بشتقه بشتقه عادي زي ما أتعلم بحكي مشتقة الX تربيع اثنين اثنين X تمام نقول تمام طيب زائد هاي زائد طيب الY تربيع بيتسأل حالك الY تربيع متغير متغير مستقل ولا متغير تابع متغير تابع هون معنى أنه متغير تابع بناته هو أصلا اقتران هو أصلا اقتران أنا بعرفش شو هو أنا بعرفش شو هو فهون لما بدأ أشتقه بدي أحكي اثنين Y تمام هيك أنت شقيته كأنه متغير مستقل لكن أنا بدأ أشتقه كمتغير تابع كيف كنت أعمل قاعدة السلسلة؟ تتذكروا كنت أشتاق مثلا X زائد 2 تربية كيف كنت أعمل؟ أحكي هذه مشتقتها 2 بنزلها X زائد 2 بعدين كيف أضرب؟ بواحد مشتقت ما داخل القوس هو نفس الشيء لكن أنا لا أعرف قيمة Y كمي لا أعرف كيف هو الإقتران Y أشتاقه بعدين أحكي هذا ضرب Y براين لدي وعدي X ضرب Y براين كأنني أشتاق قاعدة السلسلة كأنني أشتاق حسب قاعدة السلسلة هذا معنى الحكي هذا معنى الحكي إنه مراعيا استعمال قاعدة السلسلة عنده اشتقاء حدود تضمن المتغير Y يعني وين ما أشتاقيت Y بدك تضرب في مشتقته اللي هي Y براين تمام؟ وين ما بنلاقي Y أشتاقه عادي بس لازم أضرب فيه مشتقته حسب قاعدة السلسلة هذا معنى هذا الحكي تمام إخواني؟ طيب X تربية 2X 2Y اللي هي مشتقته Y تربية ضرب Y براين اتفقنا ليس لأنني استقيت Y إذن من هنا نطالع كل ما أشتاق Y بدك أضرب Y براين كل ما أشتاق Y بدك أضرب Y براين تمام؟ يساوي كم؟ مشتقة الأربعة صفر تمام عفو طيب تمام أول خطوة يا أستاذ الله يعطيك العافي خلصنا أول خطوة استققنا الطرفين صعب الأمور الأمور مش صعبة بالنسبة ل X باشتاقها عادي بالنسبة ل Y باشتاقها وبضرب فيه مشتقة Y اللي هي Y براين تمام؟ تمام هاي اللي عملته هذا اللي أنا عملته طيب الخطوة الثانية تعالي الخطوة الثانية بيقول لي أرتب حدود المعادلة بحيث كيف بدأ رتبها؟ بحيث يعني بدأ يشرح لنا أنه كيف تصبح جميع الحدود التي تحوي D Y D X اللي هي Y براين اللي هي Y براين شمالها؟ تصبح في طرف الحدود اللي فيها Y براين بيتكون في طرف المعادلة الأيسر والحدود الأخرى في طرف المعادلة الأيمن طيب تمام يا أستاذ خلينا نفسر هذا الحكي وين في حد عندي هو أنا بعد ما شتقيت أنا؟ مش عندي حدود عندي حد حد وين عندي حد في D Y D X اللي هي Y براين هاي نفسه اللي هي D Y على D X بتقول لي هذا الحد يا أستاذ معناته يا أستاذ بتخليلي إياه لحاله في طرف بتخليلي إياه لحاله في طرف تمام؟ تمام طيب شو بدي أعمل عشان أخليه بطرف بيتكون قول لي 2 X هاي تخلص منها تعمل ناقص 2 X من الطرف الأيسر طيب وهون ناقص 2 X نفس الأشي تمام؟ الآن 2 X ناقص 2 X هاي بدأت تطين الصفر بدأت تروح شو رح يظل عندي على الطرف الأيسر 2 Y هاي 2 Y Y براين 2 Y Y براين شو بتساوي؟ بتساوي صفر ناقص 2 X سالب 2 X طيب أستاذ هاي لو كتبت دي Y دي X صح؟ بس أنا اختصرت بذل ما أكتبها بسط ومقام Y براين هي نفسه دي Y دي X تمام حبايبي؟ تمام إذن هاي الخطوة الثانية شو عملت؟ خليت الحدود اللي فيها Y براين في الطرف الأيسر وباقي الحدود نقلت على الطرف الثاني لو كان عندي أكثر من حد هون بنقول هن كل هن طيب لو كان في حدين فيهن Y براين بتخليهن بالطرف الأيسر الحدين والحدود اللي ما فيها Y براين بتنقل على الطرف الثاني تمام؟ تمام طيب أستاذ ماشا هي الخطوة الثانية تعال على الخطوة الثالثة شو تحكيري؟ اخرج دي Y على دي X اللي هي Y براين اخرج هي ايش؟ عاملا مشتركا من حدود طرف المعادلة الأيسر طيب أستاذ تعال الآن Y براين زي ما احنا شايفين هون أنا أكم حد عندي في Y براين حد واحد طيب كيف بدأ اخرجها على المشترك؟ هذا الحكي لما يكون عندك أكثر من حد في Y براين بخرجها على المشترك لكن هون طبيعة الحال أنا ما عندي غير حد واحد ما عندي غير حد واحد زي ما احنا شايفين Y براين مضروبة بالاثنين Y إذن بخرجها على المشترك امتى؟ لم يكون عندي أكثر من حد لم يكون عندي أكثر من حد مثلا لو كان عندي مثلا X Y براين ناقص اثنين Y Y براين زي هيك مثلا شو بدي أعمل هون بدي أخذ Y براين على المشترك زي هيك كويس؟ بظل عندي هون X وهون شو بظل؟ ناقص اثنين Y تساوي مثلا كذا خمسة على سبيل المثال كويس؟ هاي هون أخرجها على المشترك ليش؟ لأنه عندي حدين أصلا فيهم Y براين طيب بس أنا عندي هون حد واحد زي ما احنا شايفين فإذا هون ما في داعي أن أخرج عامل مش شرع طيب تمام هاي الخطوة الثالثة شو الخطوة الرابعة؟ أحل المعادلة أو أحل المعادلة بالنسبة إلى D Y و D X شو يعني؟ يعني أخلي Y براين لحالها بالطرف الأيسر أخلي Y براين لحالها بالطرف الأيسر أتخلص من كل شيء كيف أنت تحل بالنسبة إلى X كيف تحل بالنسبة إلى X تخلص من كل شيء مع X مثلا لو قلت لك هون لو قلت لك مثلا 2X لو قلت لك 2X تساوي ثمانية مثلا 2X تساوي ثمانية شو بتعمل؟ أخليك حل المعادلة بالنسبة إلى X يعني خليلي X لحالها موقع القلوم تقول لي يا أستاذ تقسيم 2 هاي الاثنين على الاثنين راحة ظل عندي X بالساوي 8 تقسيم 2 هاي أربعة هاي حليتها بالنسبة إلى X تمام؟ طيب إذا كان مجموعة إلى X مثلا X زائد مثلا 7 ساوي 10 شو بتعمل؟ بتقول لي ناقص 7 ناقص 7 إذا X بالساوي ثلاثة هاي حليتها بالنسبة إلى X هاي نفس الإشي بدأت تحلها بالنسبة إلى X بالنسبة إلى X اللي هي نفسها اللي هي Y برايم يعني تخلي Y برايم لحالها ممتاز معناته أستاذ أنا هون عشان أخلي Y برايم لحالها لازم أقسم على معاملها اللي هو إيش؟ 2Y وهون شو لازم أعمل؟ هي معادلة لازم أقسم على 2Y تمام؟ شو رح يصير؟ 2Y مع 2Y بدأت تروي كويس؟ شو رح يصفي معي بالطرف الأيسر؟ Y برايم لحالها هاي Y برايم شو رح تساوي؟ سالب 2X على 2Y سالب 2X على 2Y تمام؟ تمام؟ في مجال اختصر إشي؟ هاي مجال هاي الاثنين مع الاثنين الراحت تمام؟ شو صفة عندي هون؟ هي تساوي سالب X على على Y تمام؟ إذا تصار عندي Y برايم تساوي سالب X على Y اللي هي إيش؟ Y برايم DY على DX شو بتساوي؟ سالب X على على Y وهو المطلوب وهو المطلوب لأن أنا بدي أوجد المشتقة أنا بدي أوجد المشتقة تمام حبايبي؟ تمام كمان مرة الخطوات كمان مرة عشان لما نمشي فيها نكون فاهمين شو نعمل أول خطوة نشتق الطرفين عندي معادلة هي اشتق الطرفين X تربيع 2X اللي 2Y اللي هي مشتقة Y تربيع وقلنا لما بشتق Y شو بعمل؟ بضرب في Y برايم أو DYDX زي ما بدك أضرب تمام؟ واشتقينا الطرف الأيمن أعطاني صف طيب تمام يا أستاذ بعدين الخطوة الثانية منخلي الحدود اللي فيها Y برايم بالطرف الأيسر وباقي الحدود نقولها على الطرف الأيمن واضحة؟ بالفعل أنا عندي هون 2X ما فيها Y برايم تخلص منها ناقص 2X ناقص 2X تخلص منها تمام؟ تمام طيب حال الخطوة الثانية ظلت عندي هون 2Y Y برايم كويس؟ الآن نأخذ الY برايم عن المشترك لما يكون عندي أكثر من حد نأخذه عن المشترك تمام؟ هو نلاحظ أنه ما عندي غير حد واحد فبتالي ما أخذت عن المشترك طيب آخر الخطوة بحل المعادلة بالنسبة لY برايم شو يعني؟ يعني بخلي Y برايم لحالة بتخلص من أي شيء مع Y برايم مضروب في Y برايم أو مقسومة عليه Y برايم بطلع معي تساوي اللي هي المشتقة طيب بل كي قال لي عندي نقطة بل كي قال لي عندي نقطة مثلا قال لي عندي على سبيل المثال الاثنين والثلاثة كويس؟ بده المشتقة عن الاثنين والثلاثة بقول له بسيطة أنا أطلع عن المشتقة D Y على D X بالساوي سالب X على سالب X على Y تمام؟ بعد هيك بدي أعوض بحكي إذن D Y على D X عند النقطة المعطين إياها الاثنين والثلاثة الاثنين والثلاثة شو بالساوي؟ كيف قيمة X؟ اثنين هاي سالب اثنين على على Y كيف عندي؟ ثلاثة إذن سالب اثنين أو ثلاثة بس تعويض بدل ما كنت أعوض زمان لما كنت أشتق العلاقة الصريحة كان أقول لي أو جدل عندما X ساوي صفر تمام؟ مثلا أو X ساوي خمسة كنت أشتق بعدين أعوض أعوض قيمة X أعوض قيمة X وأعوض قيمة Y مفهوم الخطوات تمام تمام خلينا نرى المثال الثاني خليكم معنا خلينا نرى المثال الثاني أنا عندي ساين X زاد كو ساين Y بساوي اثنين X ناقص ثلاثة Y طيب تمام؟ لاحظ أنه عندي هو حدد أول شيء المتغير المستقل والتابع هذا إيش؟ متغير مستقل هذا اللي فيه Y تابع بدك تنتبه وهذا تابع طيب أول خطوة شو هي قال لك؟ قال لك نشتق الطرفين تعال نشتق الطرفين ساين X كيف أشتقها؟ ساين X مشتقتها كو ساين X أقول لك تماما الله يعطيك العافية أزيد عليها إيش يا أستاذ؟ لا هذا متغير مستقل الأكس متغير مستقل بتشتقه عادي تمام؟ طيب زائد هاي زائد كو ساين Y كيف أشتق الكو ساين؟ شو مشتقت الكو ساين؟ ساين X Y شو اللي استقناه؟ متغير تابع ولا مستقل؟ متغير تابع معناته لازم نضرب بإيش؟ Y برايم لأنه اتفقنا كل ما نستق كل ما نستق Y أو إيشي فيه Y إيشي فيه Y شو لازم أعمل؟ لازم أضرب في Y برايم مستقل Y طيب تماما استقينا الكو ساين 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 Y ثم ضربنا مستقط Y شو بسبب هذا الحكي؟ اثنين X شو مشتقتها؟ اثنين أزيد عليها إشي؟ لا أزيدش عليها إشي لأنه متغير مستقد طيب ناقص الثلاثة Y شو مشتقتها؟ لا تحكي لي ثلاثة شو اشتقينا؟ Y أو X؟ لا اشتقينا Y معناته لازم أضرب بY Y برايم ليس؟ لأنه هون اشتقيت أنا اشتقيت Y طيب تمام؟ هذه الخطوة الأولى استقينا الطرفين استقينا الطرفين الخطوة الثانية بدأ أجمع الحدود اللي فيها Y برايم بالطرف الأيسر تمام؟ وأي حدود ثانية بدأت خلص منها أي حدود ثانية بدأت خلص منها بالطرف الأيمن طيب تعال تعالوا هون أول حد اللي هو إيس هذا الحد في Y برايم هذا بدي أخلي هون وهذا الحد في Y برايم بدأ أجيبه هون كويس؟ طيب بالنسبة لكوسينيكس شو بدي أعمل فيها؟ هاي بدأ أطيرها ليس؟ لأنه فيش فيه Y برايم تمام؟ تمام هاي متفقين هذا الاشت شو بدي أعمل؟ هاي بدأ أجيبها هون على الطرف الأيسر وهاي بدأ أطيرها على الجهة الثانية طبعا النقل من طرف إلى طرف بغير الإشارة بغير الإشارة يعني هاي ناقص ثلاثة Y برايم هاي لما نقولها على الطرف هون على الطرف الأيسر شو ستصبح رح ستصبح ثلاثة Y برايم وين راحة الناقص السالب تبعتها؟ هاي لما نقولها أنا شو ستصبح بالإشارة؟ تتغير لازم أضرب في إيش؟ في سالب أضرب بسالب بدل ما هي سالب ثلاثة Y برايم صارت ثلاثة Y برايم تمام؟ كويس وهون أصلا شو عندي؟ ناقص ساين Y في Y برايم ممتاز ناقص ساين Y في Y برايم طيب تمام؟ ماذا سيساوي؟ أستاذ انت سيت تكتب الكوسين X؟ لا من سيتهاش أنا مخطط أن أقولها على الطرف الأيمن الطرف الأيمن ماذا ظل فيه؟ طلت لاثنين هاي تمام؟ ونقلنا الكوسين X على الجهة الثانية ماذا سيجب نقل؟ نص Brussels يجب تصالب ناقص ناقص كوسين ناقص كوسين X أوضح الأمور؟ 熱 واضح. إذن الحدود اللي فيها y' صارت عندي بالطرف الأيسر وباقي الحدود موجودة بالطرف الأيمن الcosin x لما قلت على الطرف الثاني صارت ناقص cosin x السالب 3y' صارت 3y' صارت موجب طبعا إشارة الحد بتسبقوا إخواني. هاي السالب للحد اللي بعديها هاي السالب للصين طيب بعد هيك يا أستاذ شو الخطوة بعد هيك لاحظوا ان الحدود اللي موجودة عندي حدين واحد اثنين هذا حد وهذا حد فيها y' هون بدي أخذ y' عامل مشترك هاي y' تمام أخذناها عامل مشترك لأنها موجودة وإحنا متفقين أصلا أن الحدود اللي موجودة الآن كلها فيها y' طيب تمام أستاذ أخذنا y' عامل مشترك الآن شو بيضل عندي هون بيضل عندك ثلاثة أخذنا y' براين برا كويس بيضل عندي قديس ثلاثة ناقص هاي ناقص أخذنا y' براين برا شو ظلت ساين y ساين y تمام سكر القوس ارجع فيك بترجع معك هاي تمام هاي خطة عامل مشترك شو بيساوي اثنين ناقص كوسين اثنين ناقص كوسين اثنين ناقص كوسين اكس طيب تمام هاي أستاذ هاي الخطوة الخطوة الثالثة اللي هي إخراج y' عامل عامل مشترك طيب تمام اخر خطوة حل المعادلة بالنسبة ل y' شو يعني حل المعادلة بالنسبة ل y' ان تجعل y' موضوعا للقانون اللي حالة فيش معاها اشي طيب كيف يا أستاذ اقسم على معاملها الاشي اللي معاها شو هو ثلاثة ناقص ساين ال y اذا بتقسم عليها هاي بدتتروح هاي مع هاي بتصير عندي واحد صحب الالله وهون شو لازم اعمل هاي معادلة شو عملنا هون بدنا نعمل هون هاي ثلاثة ناقص ساين ال y اذا هاي بتروح مع هاي بتظل عندي y' على الطرف الايسر تمام هاي y' شو بساوي بساوي اثنين ناقص كوسين x اثنين ناقص كوسين x علش ثلاثة ناقص ساين y ثلاثة ناقص ساين y خلاص هاي y' تساوي اذا انا وجدت المشتقة انا وجدت المشتقة نكتبه هيك نكتبه هيك انت حر d y على d x انت حر راح تساوي نفس الاشي اللي هي ثلاثة ناقص كوسين x على ثلاثة ناقص ساين y اذا هيك انا طلعت المشتقة انا هيك طلعت المشتقة خطوات واضحة وبسيطة كمان مروا بستقق الطرفين بعد ما استقق الطرفين بخلي بالطرف الايسر الحدود اللي فيها y' بس والباقي بانقوله على الجهة الثانية على الطرف الايمن من ثم بخرج واي برايم عن المشترك بعدين بحل المعادل الخطوات واضحة زي ما احنا شايفين وفيس فيها اي تعقيد تمام يا اخواني؟ تمام طيب حبايبي خلينا نستمتع بحل الاسئلة ونشوف كيف الافكار كيف احنا بنحدث على الافكار اللي عنا احنا قاعدين عمالنا منوخ الشغلة وبنحدث عليها بس الدرس انو بنحدث فكرة واحدة بس يعني انا ما حدثت بس اني لما استقل واي شو بدي اعمل بدي اضرب واي برايم باقي الامور زي ما هي زي ما هي ومهارات بتعلمتها سابقا اخراج عامل المشترك و الى اخره تمام حبايبي؟ تمام التمام طيب خلينا نشوف مع بعض عندي سؤال ثلاثة و سؤال اربعة نحلل مع بعض ونشوف كيف وركز معي انا بحب احل امثلة عشان الفكرة ترسخ خطوات واضحة اربعة خطوات بالشي غير اول خطوة شو هي اشتقاق الطرفين اول اشي احدد وين انا بدي انتبه عندي هون الاكس لما اشتقي الاكس ما عندي مشاكل فيها وحكينا انه الاكس هو المتغير مستقل المتغير مستقل المتغير تابع وهو الواي لماذا تابع؟ لانه الاكس ساهم في صنعه ما علينا من هذا الحكي فبدي انتبه هون لما اشتق الواي اذا في عندي حد واحد بدي انتبه لما اشتقه تمام خلينا نشتق تعال على الاكس تربيع اشتق لي اياه هذا اشي جديد لا تبدي انتبه يجب أن أضرب Y' لا أضرب الضرب لأن المتغيرات يجب أن يكونون من وراء بعض بدون عملية بناتهم زائد أو ناقص يجب أن تكون عملية الضرب ننتبه لهذه الشغلة إذن هنا الجديد فقط عندما أضرب Y أو أي شيء فيه Y يجب أن أضرب Y' تمام خلصنا وثلاثة ومشتقتها 0 لأنه مشتقة الثابت 0 لاحظوا ما حدثنا عن معلوماتنا غير فكرة واحدة فقط فكرة واحدة فقط فكرة واحدة وتغيرت طريقة الحل الخطوة الثانية الآن أنا من مصلحتي لكي تفهم الخطوات هاي نريد أن نندمج بالحل نندمج بالحل الهدف أن أخلي Y' فتخلص كأنك تحل معادلة كأنك تحل معادلة الآن تتخلص من أي شيء ما فيه Y' أنا عندي الثنين إكس ساي ما فيها Y' شو بدي أعمل لها؟ إذا أقولها مع السلامة مع الطرف الثاني والما بنسب أضروف بإيش؟ سالب واحد تمام؟ في غيرها؟ لا إذا أقوم بإيش إذا أقوم بإيش ما سيحدث عن الطرف الأيسر؟ الطرف الأيسر سيحدث 2Y' يعني ضرب Y' المطرف الثاني يمكنني أن وبهتداء 2X سالب 2X ثم دائما أعتقد أيضا يجب أحذر Y' سيقوم بإيش ثم يجب أقسم على 2Y ثم يجب أقسم ما عملت على الطرف؟ لازم اعمل على الطرف الاخر طيب تمام يا أستاذ؟ وهو الاثنين بدأت تروح مع مين؟ مع الاثنين تمام؟ صفت Y برايم لحالها صفت Y برايم شو بتساوي؟ هي لحالها صفت 2Y مع 2Y راحت شو بتساوي؟ 2 مع 2 راحت ظل عندي سالب X هي سالب X على Y خلص هي خلصت هي؟ طلعت المشتقة هيك طلعنا المشتقة مفهوم إخواني؟ واضح الصورة؟ تمام؟ زي ما احنا شايفين أمور يعني بتكون مفهومة لما تكون مبنية على بعض البعض وفهمين شو الفكرة الجديدة اللي تعلمناها نكون فهمين الفكرة الجديدة اللي تعلمناها طلعويني على السؤال الرابع السؤال الرابع شو بقول لي؟ بقول عندي 2X زال 5Y تربيع تساوي sinY زي ما احنا شايفين أكم حد عندي هون بدي انتبه لما استقه؟ أكم حد؟ الحدود اللي فيها Y اللي هي ايش؟ هذا الحد بدي انتبه لما استقه وهذا الحد بدي انتبه لما استقه ممكن واحد يسأل سؤال يقول له أستاذ بصير قبل ما استقه الحد اللي فيه Y انقل على الطرف الأي استقه؟ أه بصير عادي لانه اساسا انت بعد ما استقه راح تظهر فيه Y' راح تنقله بعد ما استقه فبصير انك تنقله بصير انك تنقله كيف يعني؟ يعني عندك هون انا بدي انقل الساين هاي بدي انقل على الطرف الأيسر كويس وال2XY بدي انقل على الطرف الأيمن قبل ما استقه بصير عادي ما عندك مشكلة ايضا سنقل اذا راح تنقل عندك حتى سوف يحص 요وات سوف يكون ناقص sin Y قمت بتنقل بصير التنقل بالصير العادي ما اسقه بصير سنق colleague السلب 2X نقلت من الطرف الأيسر علاو قبل ما استقك جل written 2X اذا رتبت هون بصير اشتق. رتبت قبل ما اشتق. تمام? كل حد فيه Y اذا قبل الاشتقاء. كل حد فيه Y يجيبه على الطرف الايسر. الان طبيعي انت بعد ما تشتق. رح يظهر عندك Y برايم في كل الحدود. تمام? تعال نشتق. مشتقد الخمسة Y تربية. اثنين ضرب خمسة. لحطتي قديس? عشرة. Y. شو اشتقينا? اشتقينا Y. اه معنات لازم نضرب Y برايم. تمام. خلاص سيك? اه خلاص. اثنين بخمسة عشرة. بظل عندي Y. بعد ما اضرب Y برايم. تمام? ناقص. مشتقة السين. كوسين Y. شو اشتقينا? سين S. سين Y. اه معنات لازم اضرب S. Y برايم. الكل. الكوسين. Y برايم. تمام? ساوي. سالب اثنين اكس. شو مشتقتها? سالب. سالب اثنين. اذا لاحظ. انا قلت. اللي فيهم Y. لاحظ انه ظهرت Y برايم معي بطبيعة الحال. طيب لو اشتقيت. او استاد نعود لنا قلت. سيطلع معنا نفس الاشي. هاي بس الشقة. ستكون اثنين. ستكون هناك سالب اثنين. وهي بس الشقة. ستكون كوسين. Y. Y برايم. ستكون على الطرف الايسر. ستكون سالب. كوسين. Y. Y برايم. فهيك او هيك صح. احيانا بكون اسهل اليك انك تبسط قبل ما تشتق. في بعض مسائل زي ما رح نشوف لقدامي شوية. انه انا اسهل الي. اشتغل. لما بتكون عندي. قبل الاشتقاء. طيب تمام يا استاد. الآن نخذ Y برايم عن المشترك. حسب الخطوة. عشان نحل المعادلة. هاي Y برايم. شو رح ضل عندي هون. عشرة Y. عشرة Y. طيب تمام. ناقص. اخذنا Y برايم برا. شو ظل. كوسين الواي. كوسين الواي. خلص تمام. سكر قوس. هاي الواي برايم برا. عشرة Y ظلت. ناقص. كوسين الواي. والواي برايم. هايها برا. شو بيساوي. بيساوي سالب. سالب اثنين. بعد هي. تخلص من كل شيء مضروب Y برايم. اللي هو معامل Y برايم. إذا لازم اقسم هون. على ايش. على عشرة Y. ناقص. كوسين. الواي. هاي مضروب بال Y برايم. كيف تخلص منها. بالقسمة. بالعملية العكسية. وهون لازم اقسمها نفس الاشي. هون لازم اقسم. على. عشرة Y. ناقص. كوسين الواي. إذن. هاي اخواني كلها. رح تروح مع هاي. رح اظلم عندي Y برايم لحالها. هاي واي برايم. شو رح تساوي. سالب اثنين. اللي موجودة عندي. في الطرف الايمن. مقسومة علي. يشعل اللي قسمتها لي. العشرة Y. ناقص. كوسين الواي. عشرة Y. ناقص. كوسين. الواي. خلص. هاي المشتقة. هاي. المشتقة. زي ما احنا. شايفين. يعني العملية. عملية سهلة. وبسيطة. عملية سهلة. وبسيطة. طيب احيانا اخواني. احيانا. بعض المسائل. بحتاج اني انا. استخدم. قاعدة الضرب والقسمة. بالاضافة ل. قاعدة السلسلة. لاجاد مشتقة. وعلاقة ضمنية. يعني. زي ما حكينا. هاي القوانين. اللي تعلمناها. السؤال مش راح يجي يحكي لي. استخدم قاعدة السلسلة. في اشتقاق هذا السؤال. ولا راح يقول لي. استخدم قاعدة الضرب. السؤال بفرض عليك. شو تستخدم. طلع مثلا عندك هون. طلع عندك هون. اجينا نشتق هذا العلاقة هاي. زي ما احنا شايفين. علاقة ضمنية هاي. شو عربك. لانه الواي زي ما انت شايف. واي تكعيب. وان مضروب بواي. مش مكتوب بصورة صريحة. طيب استاد. كيف بدأ اشتقها هسا. من اشتقها حد حد. عندي الحد الاول. وعندي الحد الثاني. وعندي طرف الايمان. زي ما احنا شايفين. طيب. استاد. عندي الحد الاول لما اشتقه. هذا عبارة عن اقترنين مضروبات ببعض. اثنين اكس و واي. كيف بدأ اشتق. داول لك ارجع له. Die sind feminist for christian. انت rend مضروبات ببعض. كيف بدأ اشتقه. حسب قاعد النظار crucifix. صح و لا. ما بتكعروا؟ تكلم. هي الاول. وهي الثاني على القاسعة. يتجنون. الاثنين اكس هو الاول. والواي هو الثانية. ما كنتك تركي. الاول لدي مششقة الثانية. اللي هو اثنين اكس الاول. هي مششقة الثانية. مششقة الثانية هي وي مششقة الثانية وي واحد. طيب واحد. لابت exemplar ري Krto per y Prime. إذن الأول في Y' واحد ضرب Y' الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول الثاني Y مشتقة الأول اثنين يعني اثنين Y لاحظت أني استخدمت قاعدة قاعدة الضرب استخدمت قاعدة الضرب مع أنه لم يجب سيرتها مع أنه في السؤال لم يجب سيرتها لكن السؤال فرض عليه مثل أنا جاءت أستق وأصبح أضرب ضرب اقترانيا انه يجب سيرتك فإذا يجب أن استخدم قاعدة الضرب استققية الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول طيب ، هذه هي الحد الأول ناقص ماذا تقعي بشو مشتقةها؟ ثلاثة Y تربية ماذا يجب أن نزيد عليها؟ Y' ماذا تستقيا؟ لاحظ هنا فكرة أعمق من الفكرة السابقة انه عندي هنا استخدمت قاعدة الضرب الآن بعد ذلك بدأ أحدد الحدود اللي بدأ خليها ظل موجودة عندي واللي بدأ أقول لها هذا بتظل موجود عندي وهذا بتظل موجود عندي ليش طيب؟ لأنه فيهم وي براين هذا لا يوجد ي براين ماذا بتعمل فيه؟ بدنا نعمله فيزا ونسفره على الطرف الأيمن طيب تمام الآن شو رح سيصير عندي في الطرف الأيسر اثنين اكس واي براين هاي اثنين اكس واي براين هذا بنا ننقل على الطرف الأيمن هو الناقص ثلاثة واي تربيع ثلاثة واي تربيع واي براين تمام؟ شو بدي نساوي؟ الصفر ناقص ثلاثة واي اللي هي سالب ثلاثة واي ما احنا متفقين اذا نقلت حد من الطرف الى الطرف بغير إشارته كان سالب بسوي موجب اذا كان موجب بسوي سالب طيب تمام يا أستاذ هيك ظل عندي في الطرف الأيسر ظل عندي الحدود اللي فيها واي براين نقول لك تمام خطو اللي بعديها خذ واي براين عامل مشترك تعال على الحدين خذ واي براين عامل مشترك هون شو رح يصير معاك؟ هاي واي براين افتح قوسة شو رح يظل عندك هون؟ ثلاثة واي تربية ثلاثة واي تربية والواي براين خذت عامل مشترك من الحدين تمام؟ بظل عندي ثلاثة واي تربية تمام؟ تمام شو بيساوي بعض الحكي؟ سالب ثلاثة واي سالب ثلاثة واي تمام تمام شو الخطوة الأخيرة؟ اخلي واي براين لحالها اذا عايش بدي اقسم بدي اقسم على معاملها اللي معاها اللي هو ثنين اكس ناقص ثلاثة واي تربية مش شو معاها؟ عشان تختصر وهون نفس الاشي ثنين اكس ناقص ثلاثة واي تربية هاي هاي كلها القوة الصادة مع هاي بدي يروح تمام؟ شو رح يظل عندي؟ رح يظل عندي واي براين ولك تمام هي واي براين يساوي شو بيساوي؟ سالب ثلاثة واي سالب ثلاثة واي هاي سالب ثلاثة واي على اثنين اكس ناقص ثلاثة واي تربية خلص خلصنا هاي هي المشتق اخوة شو بتميز هذا السؤال عن قبله انه انا لما شتقيت الحد الاول لاحظت الحد الاول اثنين اكس في واي اقترانين مضروبات ببعض فلما بدأ اشتق انا بشتق حسب ايش؟ حسب قانون الضب اذا كان عندي قسمة حسب قانون الضب تمام اخواني؟ تمام تمام واضحة الفكرة؟ واضحاً خذوا يا اخوان صورة للشاشة عشان انت وانت بتحل ما اضطرش ترجع للفيديو لما بتحل حالك يعني هاي الدوسية يفترض انها موجودة عندك دوسية تدريبية وانا عاملها مخصوص عاملها مش محلولة عشان انت تحلها عشان انت تحلها فانت كل شوية الحلول هاي بتكون موجودة عندك ترجع اذا خربطت بخطوة او كذا ترجع بتشوف حالك صح ولا غلط تمام اخواني؟ تمام اتمام نيجع للسؤال الثاني نيجع للسؤال الثاني السؤال الثاني شو بحكيلي؟ بقول لي عندي ساين اكس زائد واي يساوي واي تربية في كو ساين اكس تمام انتبع علي هون عندي ساين كويش جوة الساين اكس ولا معاها اشي لا معاها اشي اذا هون بيستخدم قاعدة السلسلة بدي استخدام القاعدة السلسلة عندي اقتران الصين بدي اشتقه بعدين بدي اضربا مشتقة هيش الزاوية اللي هي الـ تمام؟ طيب يلا تعال يلا الشتاق الصين شو راعي اعطيك؟ راعي اعطيك كو سين اكتب لي الزاوية زي ما هي اكس زائد واي تمام ها اشتقيت النسبة اشتقيت الصين نعطيك العاكري تعال اشتق هالزاوية نفسها بدنا نشتق الزاوية ما هي مشتقة الزاوية؟ واحد زائد هذه مشتقة الاكس واحد زائد تمام؟ تعال اشتق الواي ما هي مشتقة الواي؟ واحد بعدين اضرب بيس واي برايم لان اشتق واي واحد ضرب واي برايم تمام؟ واضح كيف اشتقينا؟ كمان مرة اشتق انا عندي صين وفي عندي زاوية اشتقي الصين كوصين والزاوية زي ما هي اكس زائد واي باكتبها بعدين حسب قاعدة السلسلة لازم اشتقي الزاوية تعال اشتقي الزاوية الاكس مشتقتها واحد كويس زائد مشتقة الواي واي برايم تمام؟ تمام تمام شو بيساوي هذا الحكي؟ السادس عندي اقتران مضروات ببعض الواي تربيع اكتران والكوصين اكس اكتران لاحظ انه هنا عندي قاعدة السلسلة وهنا عندي ايش؟ ضرب اقترانيان تمام؟ فاذا هون بدي انتبه تعال نشتق حسب قاعدة الضربة الاول في مشتقة الثاني يعني واي تربيع في مشتقة الكوصين سالب ساين ايش؟ اكس خلص تمام؟ هذه الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول طيب شو الثاني؟ كوصين اكس في مشتقة الاول الاول واي تربيع مشتقته اثنين واي واي برايم قلنا بنشتق واي على طول وضربها بواي برايم اذا الاول واي تربيع في مشتقة الثاني سالب ساين اكس زائد الثاني اللي هو كوصين اكس في مشتقة الاول اثنين واي واي برايم طيب تمام؟ اصداد صارت ليخة صارت ليخة ولا ليخة ولا اشي الآن عندك حدود فيها واي برايم تجليها في الطرف الايصر وباقي حدود في الطرف الايمن هون كوصين اكس زائد واي مضروبة في القوس طيب استاد انا بدي اخلي اللي فيها واي برايم كيف لازم توزع كوسين X Z Y على القوس صاد لأنه كوسين X Z Y ضرب واحد رح تطلب معك كوسين X Z 1 صح كوسين X Z Y زائد كوسين X Z Y مضروف في من Y براي هيا ستغليها معناته لازم توزع معناته هاي الكوسين كلها وين رح اوزعها رح اوزعها على القوس صاد وهون تمام تمام شو رح يحصل عندي كوسين كوسين ال x زائد y كويس كوسين ال x زائد y مضروب في واحد كوسين x زائد y زائد كوسين x زائد y مضروب في مين y prime وكتب لي هوليش ال y prime في كوسين ال x زائد y اذا وزعنا اذا صار عندي حدين واحد في y prime والثاني فيش في y prime عشان هاضر دا نقوله هسا طيب شو بساوي بساوي سالب صين او سالب y تربيع في صين x بس رتبت جبت السالب اول اشي زائد 2 y y prime 2 y y prime في كوسين x برضو هون رتبت جبت 2 y y prime اول اشي طيب لاحظ هذا بده ظل هذا بده ظل لانه في y prime وبدأ اجيب عنده هذا لانه فيه ايش في y prime هذا شو بده يصير فيه بده ننتقل وما بنسبه ضروب سالب بده سير ناقص كوسين لما انقل على الجهة الثانية تمام خلينا نعمل هذا الاشي تعال هذا موجود بالطرف هون هاي y prime ما بغير فيه اشارة ولا بعمل فيه ولا اشي كوسين اكس زائد y كوسين اكس زائد y هاي موجود هون تمام خليه بدنا نجيب عنده واض طب مو يجب هاد بدنا نسويه سالب 2 y y prime في اش في كوسين اكس في كوسين في كوسين اكس تمام اذن شو عملت جبت هاد من الطرف الايمن وع الطرف الايصار طيب استاد ممتاز يساوي عندي اصلا موجود هون شو سالب y تربيع ساين اكس هاي الموجودة اساسا هون وبدنا انقل عندها الكوسين اكس زائد y ده سير ناقص كوسين اكس زائد y ناقص كوسين اكس زائد y تمام اذا نلاحظ الحدود اللي فيها هاي برايم صارت موجودة عندي بالطرف الايصر الان خذ y برايم عامل مشترك هون هاي y برايم عامل مشترك شو رح يظل رح يظل عندك هون كوسين اكس زائد اكس هون وهون ناقص اثنين y y برايم اخذناه برا اثنين y كوسين اكس كوسين اكس تمام اذا اخذنا y برايم من هون ضلت كوسين اكس زائد y ناقص اخذنا y برايم شو ضلت اثنين y كوسين اكس شو بتساوي خليل هي زي ما هي خليلي اياها اخذت سالب عامل مشترك تحسبا هاي سالب شو رح يظل عندي y تربيع ساين اكس زائد لان اخذت سالب عامل مشترك زائد كوسين اكس زائد y طيب استاذ اخر خطوة الآن اخر خطوة بدي اقسم على هذا الاشي كله بدي اقسم على هذا الاشي كله عشان نتخلص منه وخلي y برايم لحالها طيب اذا قسمنا عليه رح ضل عندي y برايم لحالها هون كويس شو رح تساوي قسمنا عليه راح زي ما كنت اقسم قبل شوية رح ضل عندي الطرف الايمن كمان لازم اقسم له رح سالب y تربيع سين x كويس زائد كوسين x زائد y عليش اللي قسمت عليه اللي هو كوسين x زائد y ناقص 2y ناقص 2y كوسين x تمام 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 اذا انا طلعت انا طلعت y برايم الان لما يكون في مجال للاختصار تختصر اذا فش مجال للاختصار خلص بتخليها بتخليها زي ما هي تمام هذا القوس الثاني لاشارة السالب لان لاشارة السالب طلعت عامل مشترك تمام اذا ملاحظين هون اخواني في هذا المثال شو عملنا في هذا المثال استخدمت قاعدة السلسل هون عندي نسبة مثلثية وزاوية اشتقيت الصين اول شي بعدين اشتقيت الزاوية ولما اشتقيت الزاوية ما نسيت اني انا اشتقض ضمنيا تمام وفي الحد الايمن او في الطرف الايمن اذا بلاحظ في عندي ضرب في عندي ضرب فاستخدمت مشترك الضرب زي ما شفنا هون الاول في مشترك الثاني زائد الثاني في مشترك الاول والباقي الخطوات خطوات ترتيبية بس انك تنقل اللي فيه واي برايم على جهة بعدين تقسم على المشترك تقسم على اللي معاه عشان تظل اللي حالها تمام حبايبي موضوع بسيط وسهل زي ما احنا شايفين بس ايش طورنا فكرة واحدة انه انا لما اشتق الواي ما بنسى بضرب واي برايم بس هاي هي تطوير بالاضافة للحركات الترتيبية اللي هي النقل واخذ عام المشترك وحل المعادلة بالنسبة للمشتقة خلينا نتابع حبايبي بحل الاسئلة عشان اعطيك واجب كمان بدأ حل كمان سؤالين وعطيك واجب خلينا نشوف عندي هون السؤال الثالث وقلي في عندي مطلوب المشتقة ثلاثة اكس واي تربيه زايد واي تكعي بساوي ثمني خطوات واضحة نبدأ مع بعض الآن بدنا ندمج بالحل خلص مننته من مرحلة ايش من مرحلة تمييز الخطوات بدي اشتق لاحظ انه عندك اقترانين هون واحد اثنين بدأ اشتق حسب قاعدة الضرب الاول في مشتقة الثاني زايد الثاني في مشتقة الاول طيب الاول في مشتقة الثاني شو يعني يعني ثلاثة اكس الاول في مشتقة الثاني اثنين واي اشتقينا واي اضرب واي برايم تمام هذه الاول في مشتقة الثاني زايد الثاني في مشتقة الاول الثاني في مشتقة الاول وهي ثلاثة واي تربيع الثاني واي تربيع ومشتقة الاول ثلاثة تمام الاول في مشتقة الثاني زايد الثاني في مشتقة الاول تمام تمام زايد استقل واي تقعيب شو رح تطيق ثلاثة واي تربيع خلاص تقعينا لكن ما نعلم الفئة ؟ نقوله على الطرف الثاني الحدود التي فيها هو Y' ثلاثة على الثانية في 1x مودعي 6 ثلاثة على الثاني ستة نحن نكتب الأزرق تمام ثلاثة ربع اثنين راح تضطيني ستة اكس واي واي برايم ثلاثة ربع اثنين ستة اكس واي واي برايم زائد كنا نقلنا على طرف الثاني ثلاثة واي تربيع واي برايم ثلاثة واي تربيع واي برايم شو بدو نساوي؟ نقلنا على الطرف الثاني صارت ناقص ثلاثة واي تربيع قلنا نقول نضرب سالب طيب تابع بقصة خدوا واي برايم وعمل مشترك هي واي برايم عمل مشترك شو طال عندي هؤية؟ ستة اكس واي ستة اكس واي واي برايم بره زائد ثلاثة واي تربيع ثلاثة واي تربية تمام شو بتساوي ناقص ثلاثة واي تربية طيب تمام استاذ حسا شو بدي اعمل بدي اقسم على هذا الحكي كله رح سير واي برايم تساوي واي برايم تساوي سالب ثلاثة واي تربية اللي موجودة اصلا بالطرف بالطرف الايمن هاي كلها بدي اقسمها بالطرف الي د parce hull sa ol mio 6xy 6xy stick plus y plus y take 3 масс اللي هي هي 6xy plus 3.6xy عاقسم الطرفين عشان تخلص منها. تمام رح تختصر تمام الآن تقدر تؤخد انت عندك ورح شو عندك الثلاثة رح تختصر. الثلاثة هون وعاون مشترك. بين 6 و 3 في ثلاثة عاون مشترك وفي عندي وعاون مشترك هون هون في وي مشترك رح يختصر مع واحدة من هذول فهاي رح تصفي إيش رح تصفي الثلاثة بدأ تروح بيظل عند سالب والوي تربية رح تروح مع الواي اللي تحت اللي خطة عاية مشترك يعني سالب وي على الثلاثة رح ضلت اثنين اكس والوي اختصرت مع واحدة من الفوق زائد ليش اثنين لأنه ثلاثة رحت مع الثلاثة اللي فوق زائد الثلاثة راحت واحدة منهم راحت بيظل عندي وي يعني شو عملت هنا خلينا اكتب لك يا بالأحمر هون شو عملت هاي قلت هاي الثلاثة عامل مشترك ثلاثة وي تمام شو بيظل عندي هون بيظل عندي اثنين لما اخت الثلاثة عامل مشترك بيظل اثنين بيظل عندي اكس والوي بره والثلاثة بره زائد الثلاثة بره واحدة من الواي بره بيظل عندي زائد وي الثلاثة Y الثلاثة مع الثلاثة والتربية مع الثلاثة Y يظل عندي سالب Y على 2X زائد Y سالب Y على 2X زائد Y واضح الأمور حبايبي؟ واضح ماذا سيكون معك واجب؟ سيكون معك واجب الفرعين الفرع هذا والفرع هذا بدي إياه منك عندك الثاني وعندك زاوية وعندك نسبة ثلاثية وهون زاوية اخترانين اشتقينا كما بس ماذا لموكانيك كان عندي سين أو كو سين بس تشتقي الثاني وتحكي سيكون تربيع سيكون تربيع إيش؟ X ناقص Y بعدين تضرب إيش؟ في مشتقة الزاوية واحد ناقص مشتقة الواي وي براين تمام؟ إذن هاي شتقيت هون بدي إيش؟ الأول في مشتقة الثاني زايد الثاني في مشتقة الأول عندي اخترانين هاي اختران وهي اختران الأول اثنين X في مشتقة الثاني ثلاثة Y تربيع وي براين لما مشتقة Y بنحط Y براين هاي الأول في مشتقة الثاني زايد الثاني وي تكعيب في مشتقة الأول اللي هي اثنين ضرب اثنين تمام؟ ومشتقة الواحد صفر بعدين باقي هسا بدي اوزع الشكل تربيع هون وهون وبدي اشتغل باقي الشغل زي ما اشتغلنا هون نفس الاشي بس إيش؟ إما انك انت بتضرب ضرب تبادلي دخل X تربيع هون وهون تضرب ضرب تبادلي وتبسط شكلها أو انك تشتغل حسب القسمة أو تشتغل حسب القسمة بس أنا رأيي يمكن ان الضرب التبادلي يكون أفضل الضرب التبادلي يكون أريح للحساب انك تحط على واحد زي هيك تضرب ضرب تبادلي X تربيع ضرب هذا الحكي وهذا الحكي ضرب واحد تمام؟ فبسي ال X تكعيب زاد X تربيع في Y بتساوي X ناقص Y تمام إخواني؟ هؤلاء واجب انت ان شاء الله تعالى بتحلهن لا تنسوه تركزوا على حل الواجبات لأن ضروري انك انت تحل الواجب عشان توثق الفكرة بشكل كويس تمام حبايبي؟ تمام بهكل رح نكتفي ان شاء الله تعالى نراكم بإذن الله تعالى الحصة القادمة يعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة